بفحص حراري وتدابير وقائية عادت الحياة الجامعية بشكل جزئي لجامعة الأزهر بغزة فهذه الإجراءات هي المفتاح لدخول قاعة الامتحانات كما أيضا قاعدة التباعد الاجتماعي الذي أصبح أولوية اليوم قررنا فتح الجامعة دوام أكاديمي وطلاب وإدارة جزئي لتقديم الامتحانات فقررنا عمل الإجراءات السلامة التامة بالنسبة للفحص الحرارة وبالنسبة للتوزيع المسكات بالنسبة للطلاب وبالنسبة للدكاتفة وبالنسبة لتعقيم القاعات الحمد لله تمت منذ الصباح وفي زمن كورونا المضي في الحياة لا يعني التخلي عن التدابير الاحترازية فهذه الحضانة أعادت فتح أبوابها ضمن إجراءات حاذرة هي غير معتادة ولكنها الأفضل لضمان السلامة للجميع أمرونا بفتح الحضانة مرة ثانية بتدابير معينة بناء على طلبهم اللي هو أول إشيء التعقيم للنظافة الشخصية تعقيم الحضانة كاملة نقيس حرارة الأطفال أول ما يفوتوا الحضانة وتعهدنا إن شاء الله رب العالمين نمشي بتعليماتهم كاملة لا مراوح لا التباعد بين الأطفال وهنا تعود هذه العارضة لاستقبال الأهداف من جديد وأيضا ستتدحرج الكرة مرة أخرى على أرض الملعب فاستئناف النشاط الرياضي سيبدأ بالتدريب استعدادا لكأس غزة بعد تعليق استمر لأكثر من شهرين كان في قرار من المجلس الأعلى الشباب والرياضة ووزارة الصحة بعودة النشاط مع أخت الاحتياطات والأمور اللازمة للمحافظة على اللاعبين وسلامة اللاعبين وزي ما أنت شايف اليوم هيكون أول تدريب إلنا مع نادي غزة الرياضي استعدادا للكاس اللي هيكون إن شاء الله مباراة دور الثمانية في عشرين ستة إن شاء الله رغم عدم الإعلان عن أي إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل قطاع غزة إلا أن الانفتاح على الحياة سيبقى تدريجي عودة هذا النشاط الرياضي كما العديد من مناح الحياة في قطاع غزة يأتي بعد تخفيف الإجراءات الوقائية ليبقى الضمان الوحيد لعدم تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة هو الوعي المجتمعي لفضايا النجاح تغريد العمور قطاع غزة اشتركوا في القناة